اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين تأسيس منتدى غازي شرق المتوسط بمشاركة مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وأمريكا تسعيان للانضمام إليها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تطلب من المصارف الكشف عن أي تحويلات مالية حصلت إلى الخارج اتفاق تجاري بين بكين وواشنطن بنسخته الأولى يشمل سلعا وضرائب متبادلة أهلا بكم وقعت كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز تسمى منتدى غاز شرق المتوسط وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملة قال إن الأعضاء المؤسسين سيقدمون الإطار التأسيسي للمفوضية الأوروبية لمراجعته كاشفا أن أمريكا وفرنسا طلبتا الانضمام بصفة مراقب إلى المنتدى أما وزير الطاقة والبيئة اليوناني فأكد أن أي خلافات تطرأ ستعالج من خلال القانون الدولي والحوار فيما أكد وزير الطاقة القبرصي أن نجاح المنتدى دليل قوي على الرؤية المشتركة للأعضاء لتعزيز الاستقرار في شرق المتوسط هذا وطلبت فرنسا الانضمام رسميا كعضو في المنتدى في حين طلبت أمريكا الانضمام كمراقب دائم من جهته رحب وزير البترول المصري طارق الملة بمشاركة فرنسا في الاجتماع وطلبها رسميا الانضمام وكذلك بطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة موضحا أنه سيتم إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسسين وفقا للنظام الأساسي للمنتدى إلى لبنان حيث المصارف تنكر أنها استخدمت التيسير المالي الممنوح من البنك المركزي للمضاربة بسعر العملة في السوق السوداء وتؤكد أنها أخذت حاجتها من السيولة بفائدة تصل إلى 20% إثر اتهام صحيفة الأخبار اللبنانية المصارف بالمضاربة بأكثر من 5 مليارات دولار في السوق الموازية يؤكد كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب جابريل أن عملية كهذه تنطوي على مخاطر كبيرة الوديع تراجعت بعشر مليارات دولار بأيلول تشرين الأول وتشرين الثاني منهم 5 مليارات 800 مليون دولار تراجع بس بتشرين الثاني هالعشر مليارات دولار قصد منا شي مليارين سبعمائة مليون دولار تحول إلى الخارج شي تقريبا مليار وخمسمائة مليون دولار كان مدفوعات تسديد لقروض مقابل رهائن نأدية وهذا أدى إلى تراجع الودائع وتقريبا نص المبلغ لنص العشر مليارات دولار تقريبا صحوبات نأدية الخبير المالي والمصرفي دان قزي يستبعد أن تكون المصارف قادرة خلال هذه الفترة على تنفيذ عمليات كهذه اليوم في شح دولار كتير كبير يعني أنت عم تحكي في تسعة إذا ععتبرنا بأحسن الأحوار عنده تسعة مليار قصومها هيدا على ستين بنك يعني مش كتير مصارف معنا تحكي بنك عنده تلتين مليون خمسين مليون ميت مليون خمسين أدخن بانك معهم مليار يعني هذي ما بيقدروا ياخدوا هالريسك هيدا أنه يجوا يلعبوا هاللعبة مش عبر لك لأنه أوادم هني عم بيعملوا هايك أنا عبر لك أنه لأنه وجودهم بيصير بخطر ما بيقدروا يجوا يستعملوا بالشكل هيدا وحتى لو طلعوا يعني بالنتيجة إذا بيعوا الدولار اللي عندهم بألفان طب ما صار معهم ليرة وبعدين شو بني عملوا بالليرة ويؤكد صرفون أن الصعود المفاجئة والتراجع السريعة في سعر الصرف لا يمكنهم التحكم فيهما وأنهم يتكبدون في فترات معينة خسائر كبيرة يعني ما في آلية لتحديد السعر الرسمي هني ببعضهم أكيب واحد هني بيسعره لأنه أكيد هذا السوق سوداء منه سوق حقيقه وهنا هل أعمل ينزلوا للا أعملوا موه بيضبه يعني بيشتري منك بس ما بيبيعك ما حدا يتعب ويتحك علينا ويقلنا أنه ما له خصة حاكم مصر في لبنان هو أساس بكل شيء تراجع سعر صرف الليرة في لبنان بأكثر من 40% للمرة الأولى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي والحركة غير المستقرة التي يعاني منها تقف وراءهما عوامل متشابكة بحسب قز الذي أكد وجود شح في المعروض من العمولات الصعبة يضاف إلى وضع سياسي متأزم وتحديد البنوك سقوفا استنسابية للسحب تطاول حتى التجارة والمستوردين إلى ذلك طلبت هيئة التحقيق الخاصة في مكتب مكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي من كل المصاري العاملة في البلاد وعلى مسؤوليتها طلبت إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها وفقا للتعريف المعتمد في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب التي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان في الأشهر الماضية ولسيما لجهة تحديد مصدر الأموال مدعا فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همة أن النمو والاستقرار عادا لاقتصاد بلاده برغم الحظر الأمريكي المفروض عليها كلام مهمة جاء أثناء افتتاح أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للبنك المركزي حيث أكد أن سوق الصرف هو أهم الأهداف الذي توخته أمريكا في فرض العقوبات لإدخال إيران في حالة ركود من جراء صدمة انخفاض الإيرادات النفطية أعلنت هيئة النزاهة العراقية صدور أمر قبض جديد بحق محافظ بابل وتوقيف مستشاره القانوني إضافة إلى أمر قبض وتحر بحق مدير بلدية الحلة السابق لتوزيعهما أراضي خلافا للقانون كما أصدرت المحكمة قرارا بتوقيف المستشار القانوني لمحافظ بابل لتجوزه حدود وظيفته وإجباره موظفي مديرية العقود الحكومية على توقيع محاضر وإقرار مشاريع أكد الجهاز المركزي العراقي للإحصاء تقارب معدلات البطالة في الحضر والريف وبين أن نسبة المئوية للنساء التي شعرنا بشكل شخصي بالتمييز بلغ 11.8% وأفاد هذا التقرير الإحصائي الرابع حول أهداف التنمية المستدامة بأن معدلات البطالة تراوحت ما بين 14% و13% فيما بلغ معدل البطالة للأفراد بعمر 15 عاما نحو 13.8% تبحر أول باخرة محملة بالحمضيات السورية في العشرين من الشهر الحالي باتجاه ميناء كيرتش في جمهورية القرم الروسية وأوضحت هيئة دعم وتنمية الإنتاج والصادرات السورية أن هذه الشحنة سيتم تصريفها في عموم روسيا بعد أن يتم نقلها من القرم من الأسواق الروسية عبر شاحنات مبردة مخصصة لهذا الغرض وأشدد على أن هذه الخطوة تعزز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين سوريا وروسيا ولسيما بعد افتتاح فرع بيت تجاري مشترك في العاصمة دمشق وقريبا يفتتح في سوريا أول مصنع لإنتاج السيليكا بالتعاون مع شركة صينية مختصة وتبلغ قيمة العقد الموقع بين الطرفين 67 مليون دولار ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مدير فرع حمص للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا علي الرويشدي أن المفاوضات مع شركة الساوي الصينية بلغت مراحلها النهائية وأن المصنع المقرر افتتاحه هذا العام يمكن سوريا من الاستغناء نهائيا عن استراض مادة السيليكا المستخدمة في الصناعات التكنولوجية ولسيما أجهزة الكمبيوتر أصدرت وزارة المالية الصينية نسختها من اتفاق المرحلة الأولى الموقع في واشنطن يوم أمس لتعزيز مشتريات الصينيين للمنتجات الأمريكية وتخفيف حدة الحرب التجارية وتؤكد النسخة الصينية موافقة بكين على شراء بضائع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة لا تقل عن 200 مليار دولار على مدار عامين ما يتماشى مع القيم النقدية والإطار الزمني المذكور في النسخة الأمريكية للاتفاق وأقرت الدولتان بأن المشتريات تجري بأسعار السوق بناء على اعتبارات تجارية ولسيما البضائع الزراعية بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين بكين وواشنطن قال نائب رئيس الوزراء الصيني اليوكي إن النتجة المحلية الإجمالية للصين نمى العام الماضي أكثر من 6% بحسب التقديرات وأضاف المسؤول الصيني أن بيانات كانون الثاني يناير الحالي تشير إلى أفاق اقتصادية أفضل من المتوقع ما يساعد الصين على تعميق الإصلاحات الاقتصادية ويعزز انفتاحها على العالم الخارجي قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الاقتمانية إن صدمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع مستويات البحار تمثل تهديداً للتصنيفات الاقتمانية السيادية لعشرات الدول من بينها مصر وفيتنام وسورينام وجزر البهاماس وذكرت موديز في تقريرها أن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل ارتفاعها لعقود من الزمن ما يساهم في كوارث طبيعية متكررة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف والفيضانات والأعاصير وهذه الكوارث تؤدي إلى فقدان الدخل وتراجع قيمة الأصول والهجرة القصرية ما يقوض الاستثمار بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوتنات باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة